فيه من الأشياء المهمة كثير من الناس يسأل عن أحكام المسح على الخفين هي رخصة أن الله يحب أن تؤتى عزائمه كما يحب أن تؤتى رخصه أو يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فرخصة أنك يجوز لك أنك تمسح على الخف ثلاثة يوم وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها كذلك في حال الشتاء أو حال المطر يجوز للإنسان إذا المطر شديد أنه يجمع الصلاة ما بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء سواء جمع تقديم أو جمع تأخير من الأمور كذلك لو كان البرج شديد جدا جدا وفيه ثلوج وفيه خوف إلى آخرة فيجوز أنك تصلي في بيتك للخوف من هذا المطر وهذه السيول من الأشياء كذلك اللي حريب الإنسان والآن أجاب الله الكتب واليوتيوب والنت ما خلى شيء أنك تتفقه وتعرف والشيء الأحكام الفقهية المتعلقة خصوصا في موضوع الشتاء من كذلك الأمور المتعلقة الصيام فكما يذكر الشتاء ربيع المؤمن ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فيصومه فحري للإنسان أن يحرص على الصيام خصوصا في هذا الوقت أنه يذن الساعة خمس وخمس دقائق والفجر جدا متأخر كذلك ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ورفع به الدرجات إلى آخر الحديث وذكر منها إسباغ الوضوء على المكاره بعض الناس أحيانا اللي جاي توضى من كثر الفنايل اللي عليها هو كثر فيجي بيرفع ثوبه ما يصل المسح إلى المرفقين فتلقاه يوقف لين هنا ما يصح ولا يجوز أنك تتساهل في أمور دينك لازم أنك ترفع شغلك ويوصل إلى أكمامك والبيجامات الداخلية كذلك في الحديث يعني توصية تبلغ خلية المؤمن توصية واضحة لأدلكم على ما يمح الله به الخطايا ورفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال يسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطة إلى المساجد وانتظار الصلاة إلا قام الفجر لقال برد وقال خلهم بيصلي في البيت ولا المسجد ولا بيعيد ولا وكثرة الخطة إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط طيب فيه بعد أن أشوف من الأشياء المهمة في البر الخوة الخوة اللي تعينك على الصلاة الخوة اللي تعينك على ما شاء الله سبارك الله الأغراض اللي مكفينك في كل شيء الخوة المهمة جداً اللي يعيش في البر كان ما عاش في بيته ما بيقول الله إحنا في بر خلونا بس نأخر الفجر ما نصليها إلى ساعة ثمانة وصبح طلعت الشمس ودفعنا واللي يقول أذكر إحنا عندنا كل سنة مع الوالد الله يطول بعمره نكشت في كل إجازة إجازة الربيع نكشت عشر أيام في البر بخمسة عشر يوم نأخذ خيامنا ونروح نكشت وانت رحول الله ما شاء الله نروح فقرب نفوت طالع عمرك ونكشت بس مكانك خاص يعني لا يوفصح عنه طيب يلا بعدين لقمنا الفجر ربا عبد الرحمن لقيت الوالد ما شاء الله تبارك الله قائم من قبل الصلاة ما شاء الله ومصلي إلى الله كاتبه وشاب من النار وحط من المويهة مجهزة لنا شفت تعرف ذيك اللي لباريك لباريك ذيك صاف هطل عمرك على النار ودافية بس تعال توضع عند باب الخيمة ودخل صلى أهم شيء الصلاة ما تفوتك وحاط الجدول ما شاء الله الأذان عند فلان والصلاة عند فلان شغل كشافة شغل شغل مرة والفطور ترى فلان بيصلح لنا الفطور والجدول كامل منظم العائلة كلها ولا بس الأولاد العائلة كلها العوائل لهم مكان بالحالهم وعندهم شغلهم وحنا عاد رجال عندنا شغلنا وشبكة ذبايح والشغل وشبة النار فصار فيه حماس لأن فيه ناس تعينك في هذا يقولك ترى عندك العصر عندك أنت الجدول الكورة والوناسة عندك يفلان وينزل الوالد معنا والضحك والوناسة راحة العشرة أيام الخمسة عشر يوم هذه كان نهايوم من الحماس أهم شيء في الرحلات مثل هذه أن يكون فيه مشرف أو مسؤول أو اللي هو الناس تحترم كلمته وتقدرها و هو بعد ما يصير عوج و إلا يصير عومة و إلا ما يمشي إلا راية لا جيد أنك تتلطف و تشوفوا ما يبون فمثلا الناس جائعة لا تقول مثلا عندنا نواشف بس والله جوع وبرد و متغدين الساعة 12 ونصف الظهر و الناس وراهم ليل طويل و ودهم مكرونة عليها دجاج و فيها ليمون أسود و فيها فلسل شقرة و عليها جبن جبن ها 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 ما زروا الله ماذا قال حلق الله صلى باقي ترجل آيوة فهم يقولون عشنا و أنت قول لا يكفي يكلو لكم جبن و إلا كلو لكم زعثر ما ينفع و إلا لوزين اللي هي مهم كذلك أن يكون فيه برنامج فاللي قال السعد ما شاء الله و و والده الله يحفظه أن يعني يحدد يكون فيه برنامج ترفيه خلصينا مسابقة بعض و حمال حط عليها جوائز مالية و سهلة جدا بس اليوم مثلا الفجر يعلن يقول ترى عندنا اليوم بعد صلاة العيشة اختبار بنسألكم عن شروط الصلاة و واجبات الصلاة و أركان الصلاة حلو اللي بعدها لي كان من بدون خطأ لهمية ريال حلو أوه شوف و حتى أخواني الكبار من الحماس معكم يلا تهى التحدي جزاها الله خير و يستفيد منها الفائدة و منها عادل ستريد منها جميل جميل إذا خلنا نأخذ أول